أسوأ إعصار يضرب أمريكا والسلطات الأمريكية تخلي ولاية فلوريدا أهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وفي التفاصيل تتخوف السلطات الأمريكية في فلوريدا من الإعصار ميلتون الذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة ليلة اليوم وقد يكون أسوأ عاصفة تشهدها فلوريدا منذ قرن بحسب جو بايدن وشددت السلطات المعنية على ضرورة الإجلاء معتبرة أنها مسألة حياة أو موت ووجهت السلطات الأمريكية نداء للسكان بضرورة الإجلاء قبل وصول الإعصار ميلتون الخطير للغاية ويتوقع أن يصل إلى اليابسة ليلة اليوم وقد يكون أسوأ عاصفة تضرب شبه الجزيرة في قرن بحسب جو بايدن وأعلن حاكم فلوريدا رون دي سانتيس أن شبه جزيرة فلوريدا بأكملها التي تأثرت بمرور الإعصار هيلين المدمر قبل عشرة أيام تخضع إما لشكل من أشكال المراقبة أو الإنضار وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصر من أن ميلتون إعصار خطير للغاية من الفئة الرابعة بعد أن تم تصنبه سابقا ضمن الفئة الخامسة وهي الأعلى وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع مع مستشاره في البيت الأبيض لتقييم الاستعدادات إن الإعصار ميلتون قد يكون أسوأ عاصفة تشهدها فلوريدا منذ قرن وقال لسكان ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة عليكم الإجلاء الآن إنها مسألة حياة أو موت